موسيقى 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 شكرا لك كيفك رايان؟ حمد الله شكرا لك لكي تطلبني هذه المميزة بمشاركة من هذا البودكاست المميز يلي بيسلط الضوء على نجاحات فريدة من النوعة أبطال شباب وشابات هدفهم انه يخلقوا تأثير بكل الكميونيتيز يلي بيشتغلوا كرمالهم شكرا لك رايان وانت بتعرف معستك عندي وكنت ناطر هالفرصة لنلتقها ونعمل هالحلقة رايان خبرني شوي هيك لنبلش البيجينيجز كيفتنا بكل شيء عم تعمله نعم بأبسلوتلي وحديثا عن المعزة هيدا المعزة بلشت من برنامج اليوث البيجراء قبل هيدا البيجراء خلصت ميزة المسترسة في الإجراءة الإجراءة من الجامعة اليسوعية وفي الوقت يلي أنا كنت عم تابع دراستي كان عندي باشن بكل شي خاصه بالكوميونيتي سيرفوس المعزة لأسباب متعلقة بالإنكلوجين لدعم زوية الإحتياجات الخاصة كمان البيجراء كمان البيجراء بتختص بأنه تدعم اليوث بمختلف المجالات وبذات الوقت كان عندي هيدا الباشن بالسبورت بلش هيدا الباشن من عمر سبع سنين لما حضرت أول مباراة رياضية كان بوقتها ماتش بين برازيل وألمانيا بنهاية المونديال 2002 وصار عندي هيدا الحشرية لحتى أتعرف أكثر على السبورت مين الفيمس آثليت بهذا المجال شو في رياضات بتتمارس مين ممكن شجع إن كان البيجراء بحكم إنه في رياضات فردية وكمان أي فرق معينة بقدر شجعها بحسب السبورت يلي هي عم تتمارس ومن وقتها كرست وقت للسبورت وبلشت اتدرب باسكت بمدرستة عن عمر 8 سنين وكان عندي هيدا الحلم إنه كون أفايمس آثليت يمتع في مدرسة مدرسة في مدرسة 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 ومدرسة مدرسة مرحباً مثل كل الشباب بلبنان إذا خلينا نقول القسم الأكبر منهم ما قدت تحصل على الأديكوة تسبورت من مدرستة غير إنه الإنفراستركتشر ما كانت أبداً تساعد أرضية الملعب مننا مطابقة للملاعب الرياضية اللي نحن منشوفها في الحياة الحقيقة وفوق ذلك الفساد بالقطاع الرياضي بلبنان خلاني إنه نفكر بي آناثر ميجر وهي الإيكوناميكس فحاولت مع الوقت إنه إجمع بين مدرسة في الإيكوناميكس والباشنة عن سبورت جميع الحصة ولي حسن حظي قدرت إنه إتمكن من إنه أعمل هذا الحقوق لما بالشتبات في الجامعة كنا ننظم كل سنة بطولة مدرس اسمها وكمان بيروتيني سبورس فاستفل بطولة رياضية بيشاركوا فيها جامعات من لبنان ومختلف دول العالم لأنه نحنا كجامعة بوقتها كنا نشارك ببطولات رياضية بمختلف القرات وفي تركيز أكتر شي على قرات قارة أوروبا خاصة منطقة أوروبا الشرقية اللي بتهتم كتير بالفزيكال وكل شيء له علاقة بالسبورس فطلعوا بالجامعة بفكرة أنه ليش ما من نظم نحنا بطولة جامعية دولية باللبنان نستقطب فيها كل هالجامعات بذل الأوضاع اللي نحنا عم نعيشها مع الوقت سيقبت أنه أنا وصغير تأثرت بالمعلقين الرياضيين فمي تالنت بهذا المجال وستطيع أنه لأن الواحد يصبح يتساءل عليك ويأتي بيقطف منك هذه اللحظة لحتى إذا أنت مثلا تكون أنت واقف لوحدك عم بتكذر بشي مطرح بيجي بيقلك تع علق مش هدفه بيكون أنه يتعرف على موهدتك بس هدفه أنه يقعد يتساءل عليك فهوني ايديت ويقعدت هذه المجال وركزت أكتر شي على أنه أحضر المباريات كلها إن كانت سبورة شخص أو سبورة شخص مع الوقت ومن بعد ما خلصت ومن بعد ما خلصت لحظت أنه ممكن أرجع جرب حظي مرة تانية ومن وقتها تحولت لأنه يصير سبورة شخص وفي ذات الوقت عندي حاليا مي اون ستارتاپ يلي هي بتعنى بأنه يصير في تطوير وتمكين لكل الشباب يلي عندهم باشناء بيمنفيهم البيبال لحتي يصيروا هني رياضيين محترفين وليش لا متخصصين بالمجال الرياضي لحتي يتعرفوا أكتر على الوائد يلي ممكن يحصل عليها بالسبورة مستخدم هي السبورة منا محصورة بأنه أنت تكون أثليت أو تكون نجم محترف فيك تكون مثلا سبورة جورناليست فيك تكون سبورة فوتوغرافر فيك تكون حيالة شيء بالسبورة بس الواحد ما في بقى يحصر حاله بأنه يكون أثليت لأنه حاليا نحن عم نعيش تطور تكنولوجيا كتير كبير عم نعيش تطور في محطة بتحتم على الشخص لحتى يصير أثليت ساعات طويلة فيك تاخد مثلا اللجنز بالباسكتبول بالمبيئي مثل ليبرون جيمس وكوبي برايان بيتدربوا مرات عشر ساعات أو أكتر بشوية بنهار لحتى يكونوا محترفين نحن هذه العقلية للأسف في لبنان منا موجودة لأنه الكوريكولم أصلاً ما بيشجع صح وبعضهم أكتر كأماتشر يعني بعضنا كهوات حتى اللقوانين اللقوانين عن أساسات مضعضعة عم تحكي عن منشآت رياضية مخترقة منا متطورة مثل ما لازم وبقدر أعطيك مثل ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية هي من أهم المنشآت الرياضية اللي شهدت على انتصارات تاريخية للبنان بنذكر منا انتصار لبنان على كوريا اليوم الجراز بقلب الملعب منا نتحرك خضرة بعد شوية أبدا يعني تحول لحتى يصير مكان لتدريب الحيوانات تخيل لأي درجة صح ومع الملعب بيروت البلدة أنا سمعت بشكل متواصل بأنه هذا الملعب بدون يسموه على اسم أسطورة بكورة القدم اللبنانية عدنان الشرق ما بعرف كيف إلهم عين هولي الأشخاص يسمو الملعب على اسمه وهو الملعب أساساً لا يصلح لحتى أن تلعب عليه فتبول يبدو أن يعمل على ملعب ملعب أبداً صح من رحم هذه المشاكل نشأت فكرة شويتينج ستارز وحالياً نحن حصلنا ما جايب أسألك إذا تخبرنا أكثر عن شويتينج ستارز ما هي شويتينج ستارز بالتأكيد التي سمعتنا وما هي الملعب من وراهم أكيد بالضبط شويتينج ستارز هي مبادرة شبابية بتركز كثير على التصوير بالسطوير وتشتغل على أن تحسن الوالبين تبع اليوث على ثلاثة المنتل الفيزيك والمشاكل لحتى يكون عندهم الشباب اللبناني فرصة ليصيروا رياضيين محترفين وكمان متخصصين بالسطوير مثل ما حكينا ومنركز أكتر شي على الجيمي فيكيشن يكون في انتراكتف سبورت سبورت من الوقت لحتى نعمل بعدين هد هانتين لأحسن التالنت بكافة الرياضات وبزيت الوقت منعطيون المجال لحتى يتعرفوا على كل الألعاب الرياضية بدون أي استثناء بما فيون الألعاب اللي ما عندها شعبية بدل ما يحصروا حالهم بالفوت تنتشر مثل التاكبول لماذا تتعرفون الرياضات إلى هذا مواهب بالأولمبية نتائج جدا سيئة وحتى خلينا نقول شاركنا بأصغر بعثة في بعثة مقلفة من 6 رياضيين فقط بالوقت اللي كنا نحن نشارك ببعثة أكبر من 10 رياضيين أو أكتر شوي بحسب الـ الـ والنتائج اللي هن بيحققوها بالكواليفيكيشن فايز اللي بتأهلونا على أنه يشاركوا بالأولمبية بالأولمبية اللي صار أنه صار في إليكشنز لناشنال أولمبية كوميتي بالـ 2021 والمؤسف أنه صارت الانتخابات على أصص سياسية مثل كل شيء مثل دايما بالضبط على أصص سياسية وصار في إهمال واضح للمنشآت الرياضية وما في أصلا دعم للرياضيين لأنه صاري رايين بدي أتشك لأنه بعضهم بيعتبروا أنه السبورتس في لبنان أنه لأنه لن نحن لن نتحدث لأنه أصص أهم نبقى نشوف ما نعمل فيه وبأيام العزم سننظر بالرياضات في لبنان وهذا ما قلنا مع أحد ضيوفي اللي هي راي بس الترامب شوتر والأولمبيان بالجهرة تحية كمان حكينا أنه في إهمال تقريبا في لبنان بس تقريبا لا حكيك 100% مظبوط خوض مثال الاتحاد اللبناني للباسكت صح الاتحاد اللبناني للباسكت بيكون عنده أغلاطه مثله مثل باقي الاتحادات لأنه نحن عايشين كلنا بالهوى سوا بذات الوقت عم يشتغلوا كانوا قدروا أنه يطوروا الفئات العمرية ينظموا بطولات وطنية لحتى يتنقى من بيناتهم من الأفضل عصا عيد الشباب اتأهلوا على المونديال اللي صار بإسبانيا وكمان الـ 18 عملوا نفس الإنجاز ومؤخرا من شهر ونص او بالأحرى من 4 موانث لبنان حسم تأهله على المونديال 2023 من بعد غياب بدام 13 سنة آخر مشاركة لبنان كانت بال2010 بتركيا وبعد 13 سنة لبنان سيكون مشارك بهذا المحفل الدولي اللي كتير مهم اللي شارك فيه أساطير مميزة مثل فادي الخطيب روني فهد وغيرهم اليوم لبنان عم يحقق إنجازات منذ ما ننسى أكيد المميز جدا أنك تخسر بس بفارق نقطتين ضد منتخب أستراليا اللي هو مصنف ثالث على العالم بحسب الاتحاد الدول للباسكت نحنا فينا نشتغل فينا نطور الرياضيين بس ما فينا نتكل على الموارد البشرية كل الوقت لحتى نقدر نحقق الإنجازات لازم نحنا نأمن بيئة حاضنة بتوفر لكل الآثليت من دون أي استثناء المجال لحتى هن يطور حالهم ويكون عندهم الموارد يستمر بالرياضة طبعهم مايركزوا بس على درسهم ويفكروا بالميجور يلي من خلاله رح يأسسو للكارير ومن وحي هيد المشاكل شوتينج ستارز أكاديمي جاي تقول للعالم انه نحنا مش هدفنا بس النقق أفضل للمواهب كرياضيين كمان فينا نقق أشخاص مميزين فيهم يبرعوا بمجال الصحافة فيهم يبرعوا بمجال التصوير الفوتوغرافي وبغير مجالات بتوفرها للسفورتس وفي الحديث عن شوتينج ستارز أكاديمي من ناحية الأدشيفمنتز ربحنا طاقة يوث والبيين شامبينشيب مميز مبروك شكرا لك شكرا طاقة يوث والبيين شامبينشيب من تنظيم جمعية إنجاز لبنان بالتعاون مع جمعية مع يونيسف ومميز مع عدة مميز نذكر منهم SIDC مصار وهوبس وطلالنا نحنا الجوري التي تنمنح لأفضل ثلاث مشاريع في هذه مميز وكانت أول نسخة من بعد رجعنا فتنا حاليا بسريت سبورت انكوباتر ربحنا الستارت تاب ونحنا حاليا بالانكوباتر ونحن نكون مميز من المنظم ومؤخرا تم اختيارنا ضمن أفضل ثلاث مشروع بلبنان ضمن المرحلة الثانية من الأصفري من أصل 108 مشاريع تخيل هذا يزيدك فخر ويعطيك حافظ حتى أنت تنبع المنظم خاصة من ناحية المنظم التي أخذت من خلال مشاركة بالمشاريع ويجعل أن يكون لاحقا أول رجل ويكون أول رجل يوصل لهذا المنصب على صعيد محافظة البقاء لأن عندما كان في أول كهورت لهذا الـ كهورت كان في صبية واحدة موجودة وسائبت أن أنا كنت الشاب الأول الذي قدر يوصل لهذا المنصب على صعيد محافظة البقاء إلى جانب اثنان من زميلاتي الذين كمان مسائبين أن اثنان من قضاء زحلة رايان خبرنا قليلا رجعنا عن المنصب الخبرنا على الـ ونحن عن الـ 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 عن الـ الـ و قبل أن تحدث عن هذه تحدث عن المنصب 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 كانت الأزمة في لبنان بعد مبلشة إلى كم شهر ووقت كنت راجع من الجامعة عم نبش على المنصب كنت على المنصب في المنصب 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 قوموا بحاجة من المنصب المنصب للأر SaaS المترجم للقناة وكان هناك تست صغير لكي يرى المعرفة عن المترجم للقناة ساقبت اني قطعت التست وبلش الكوفيد وهنا انا وصلت لمطرح خلص انه بلش اللوكداون بلبنان رجع بمرحلة تانية صار في قوارنتين مشبور اني كون محبوس بين أربع حيطان مش قادر اني اعمل القصص يلي كنت اعمله قبل التقى باصحابي احضر مباريات علق عليهم بحكم اني كنت انا سوشال ميديا كوردينيتر وسبورتس كومنتيتر بال بالجامعة وكانت حلوة خاصة لما كنت سافر معهم على عدة بطولات فهون وصلت لمرحلة هذا الشيء اثر علي اموشنلي سلبا وخلاني اني فوت بمشاكل مع محيتي خاصة مع محيتي كنت قضيها صهران لوقت متأخر كنت قضيها صهران لشي ساعة أربعة خمسة بعدين في تاني نهار مأخر مقل جلادي ساعة حدا وهون كان في نقطة تحول ولا ممكن انساها بمطرح من المطارح مقل جدا علاقتي ساعت تدريجيا بعدين مع أهلي وإخواتي بعدين صرت تقول بيني وبين حالي شيء سيحدث شيء يجب أن تتحول من المطارح أخرى لا أستطيع التطور مثل ما لازم وكنت أخلق قبل فمع الوقت لما أخذت هيدا القرار احضرت أول تطور وكانت تطور حالي ويجب أن تتعلم عن طريق المطارح وثائبت كمان أن كنت أخذت في المطارح وكانت تطور حاليا على زوم كان في حوالي 600 شخص وثائبت أن نحن تقصمنا إلى جروب ثائبت أن كانت بمحافظة بيروت وفي نفس الوقت أنا كنت موجود بمحافظة البقاء طريت أن أعمل ريلاكيشن من وراء الأزمة الاقتصادية وكرت السبحة وتعرفت على تطور حالي وعلى تطور العقل وحصلت على جائزة باعتبارها أن استثنائية تتكلمني لأن لدي هالخصوص التصوير وفي نفس الوقت كنت أخذت الأعمال التي كنا نعملون بالYLP تحت إشراف الـ UNDP على تويتر تويتر كان المطارح التي كنا نستخدمها كمعا التصوير ويشجعون أن نستخدمها حتى يتعرفوا علينا أكتر كتشينج مايكرز العالم كلها حتى تعرف شو عم بيصير كتشينج 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 وكما بالـ UNDP ومعا المؤمن سالين مويرود كانت مجتمع ومن وقت قررت أن بدي فرجي الهاتف يلي أنا فرجيته خاصة تحت إشرافك لما أنت كنت تعمل تطورينا عن وكمان عن الـ SDG60 يلي متعلقة بالـ peace والـ justice والـ strong institutions فمن بعد هذه تحولت لأسير أدفايزر بورد ممبر وكمان كوفاسيليتاتر للإنتركولشير الديالوج يلي صارت بالـ YLP بالنسخة السابعة وهنا عرفنا من مختلف البلدان العربية على الهيرتج الكولشير طبعنا بلبنان لحتى نفرجة إنه لا صح إنه طير الفينيق انكسر بس هذه الكسرة ما راح تكسره زيادة بيضال عنده هذه الفرصة لحتى يلمع ويكون عم بيأثر وين ما راح على صعيد نفسه وعلى صعيد كل المحيط يلي عم بيشتغل كرماله وهيدا الرسالة اللي أنا كنت حابب بوصلها من خلال هذه الـ experience الآن بالنسبة للموضوع الـ EU ونرجع نتحدث عن الـ بالنسبة للموضوع الـ EU بلشت الخبرية من خلال جمعية إنجاز بلبنان سيئبت إنه كانوا الفوكل لـ بنظمه الـ EU هو عبارة عن كافي تاك نحن نحكي باللبنان أكيد نعم الـ كافي تاك هو هدفه إنه يعرف الشباب اللبناني على عمل عمل لمنهم من فترى الـ بمختلف المجاليات ويقصة المجالية ومشيئنا يجب لأنه لم يكن لديه بعض المستقبلات على مستقبلات ايضاً ومعالي ومعالي وقد كنت قد أصبح من الورام الاجتماعي من الورام الاجتماعي ضمن برنامج سفير الذي يركز على الادفوكسي للجميع التجارية التجارية وقد تم اختياري لأنا مسل لبنان من قبل جمعية الحركة الاجتماعية موفمان سوسيال وتعرفت فيها هونيكي على شباب من مختلف البلدان العربية وتشاركنا سوا بإنه نحط تجارية ومعالي لكل شيء الليه علاقة بالجميع والجميع التجارية وكل شيء الليه علاقة بالجندر ايقوالي لأنه العالم العربي كتير بعضنا بعض من ناحية الجندر ايقوالي وفيه عنف عم يمارس عليها للمرأة للمرأة على صعيد الجسدي المعنوي وحتى على مختلف الأصعيد لأنه لا يكون لديها القدرة حتى أن تصل للمناصب العليا التي تصل الى الرجل صحيح لأنه كل هذه الأصعادات التي حضرتكم وشاركت فيهم تصميموا أو تصميموا وحسنوا موقعك كما يوث أمباسدر بالتأكيد 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 بإمكانك كبير أجل بإمكانك كبير في مرأة أحد أبدا نعم حتى أنا أحصل بإمكانك كبير بإمكانك كبير لأنه وصلت للمطرح صار في عندي اهيوج ملدون التي لم أكن أستطيع معه وصار في معي مجموعة مستقبلات في واحدة من المعارضات التي تطلب مني أن أعمل موضوع المنطقة وكما أعمل تصنع مصنع مصنع ليس أن تكون مصنع مصنع على السوش الميديا تخيل حالك مثلا أنت تتعلم في تحديد موضوع المنطقة على كل مستقبل ومن نفس الوقت ينطلب منك أحيانا أنك أنت توقف قدام المنطقة تعمل مصنع المنطقة حسيت أنه هذا الشيء لا يمثلني فقررت أني لا أستمر بهذا الشيء وإن تحديد إلى شيء الذي تتكلم أبسل الذي تتكلمني أبسل فمن هذه النقطة حسيت في مصنع مصنع التي لم أكن أستطيع معها بذات الوقت حضرت الكافي تاك مع الهوروبية وكان جدا كما تتكلمني فمن هذا المنطلق ومن بعد مشاركتي بالأيو وكوفي تاك تم اختياري لاحقاً بعد عمل مستخدم أن يكون جميل من الأيو وجي الكوننكت أكيد على صعيد محافظة اللي بقعه كل لبنان أخيراً وهنا كان عندي هالهائي لفضيلة قبلها بقدم على كونتنت كرياشن كونتست هايدي الكونتست تعطي المجال لشباب صانعي محتوى بثمان دول عربية بما فيهم لبنان بأنه يكونوا سفرة للنواية الحسنة للاتحاد الأوروبي اللي تباني وبينحالي لن أحضرها بعرف انه هي محافظة وكيفية تتعطي هذه المحافظة سيكون عدد من الوضع خاصة مع هالوضع اللي نحنا مرئين فيه فازد قاطعي ويجب أن تنتصر أبداً أتعرفت فيها على مستخدمين من مختلف الدول العربية هناك ثمان دول من ضمنهم نحن في عنا الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، فلسطين، المغرب، تونس وما أعرف إذا كان هناك شيء بلد تام، أنا نسيت أن أذكره لأنه ليس كل البلدين بيكونوا بمشاركة بهذه المستخدمة فكانت فرصة لنا لحتي نتعرف أكثر على الـ EU المساعدة، 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 المساعدة ما هي الـ EU المستخدمات التي تتعرفونها بالضبط ويجب أن تتعرف أنه بالكفي تاك وفي المتحدث عن الـ EU المنظمين التي تنظمنا الـ EU المنظمين الـ EU تعرفت على شخص مباشرة مددد، اسمه لويس بوانو طادية هو المتحدث الرسمي للـ EU لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يميزه هذا الشخص أنه لديه مدد أن يتعرف أرابيك ويحكي عن الـ بطريقة كثير مهضومة ويتضحك العالم أنه إذا حداً ذات نكتي مثلاً الفرنساوي والطلياني والألماني بيضحكوا بالمقابل أشخاص من غير بلدين أوروبية ما بيعملوا ردة فعل فهون بتلاحظ أنه هذا الشخص يتعرف الـ بطريقة هكي مهضومة ومن وقتها تحمصت أكتر أن يكون تتعرف أكتر بالـ أكتر بالـ أكتر بالـ الـ EU سيقبت أنه في حالة هذه الحالة حصلني الفرصة أني كمان شارك ضمن الـ لأنه بـ المطلوب أنه نعمل قصة هذه القصة هدفها أن تصلت الضوء أكتر على الـ 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 ونعمل من خلالها قصة عن الـ فسيقبت أنه كنت عم بحكي عن الـ الـ وحققت نجاح مميز وكان هناك تفاعل كبير وكانت تفاعل كبير وكانت تفاعل من كل الـ المنطقة التي كنت فيها كانت تفاعل الـ الـ ونجاز حتى الـ بما أن أنا موجود بـ الـ في لبنان صح ما تقهلت على الثانية إنما أعتقدت من بين الأسفل المصدرات في لبنان وهذا الشيء أعطاني حافظ أكبر لحتى أعمل مخصص للشباب اللبناني إن كانوا في لبنان والعالم حتى تفاعل المصدرات بطريقة جداً وإعطاء المصدرات للأسفل لحتى تفاعل هذه المصدرات ويعرفوا أنه من المستحيل المصدرات المصدرات وإنما أنكم تصلوا لأهدافكم ولكن الشيء تبدأ منكم حسناً جيدًا المصدرات المصدرات أكيد خبرنا لأن بعدك رجع أعرفنا نعم وشفنا الـ المصدرات من المصدرات 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 نعم خبرنا أكثر وخبرنا حينما كيف كانت الإنسان وكيف كانت المصدرات وكيف كانت أجل الـ وكيف كانت الإنسان بصراحة سأبدأ بالقصة التي تجعلني أنها أكثر من الإنسان التي تجنن كانت الأكثر ردد الأكثر في حياة حديثة أكيد 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 بلشت الخبرية من بعد ثلاثة أيام ما طبقت السبع وعشرين سنة بأكتوبر بيوصلني إيميل من الـ UNDP Regional Bureau in Arab States يلي هو المكتب الإقليمي للـ UNDP للدول العربية بيقولوا لي أنه في هذا الـ event في دبي وهو أول نسخة كان سوف يتحدث عن دور الشباب ونحن نريد أن تتحدث عن تجربتك وعن خبرتك بأنك تطور مهارات الشباب وتكون أنت قصة نجاح لعدد كبير من الشباب في بلدك دعنا نعلم إذا كنت مهمين أنا هنا قلت خلص، دعنا نقوم بتجربة هذه الممكنة ودغري بعطلهم كل الـ details اللي هني طلبون مني بعشر من الثانية بيرجعوا بعض أسبوعين بيطلبوا مني أن أعمل لهم هكي لحتى عرف الـ audience كلهم على نجاحي على كيف أنا حولت الـ crisis اللي أنا عشتها مع بداية الـ COVID لـ an inspirational success story وهكي بكون أنا عم فيت حالي وعم فيت غيري صح فحسيت أنه I highly needed this trip لأنه بمطرح معي لقيت أنه هيدا الـ trip كانت حصاد التعب يلي أنا تعبته لسنتين ونص و أكتر لحتى كون عم طور حالي اتعلم قصص جديدة أحصل على سرتيفيكات that are highly related to my career path وحديثا عن هذا الموضوع أنا مؤخرا خلصت و اختبتت أجربة مع شركة اسمه ischema zone بي كاندا بتوفر أجربة في العملية الوصف بتوفر أجربة تتعبات في السكان الوصف و هذا التعبية و هو قصو من الرجل من الركان الرياضي و قبلها خلصت اجربة التعبات في الإجابة مع غوغل احتطلت من غيب أمد إست في التجربة مع جوجل و كورسيرا لحتى أقدر خلص للتعامل فحسيت هنا بـ وفوق هيدا كنت أنا عم تتابع مي باشن باوت سبورتس وقدرت إني ترجمة بإني سير ليحي عن سبورتس كومنتيتر أتوين ناين سبورتس وكمان أفيبا ليسن ستاتيستيشن لقارة آسيا من بعد ما حضرت وركشوب مع الاتحاد اللدماني للباسكت فتراكم الأحداث وتسلسل الأخبار السعيدة والأتشيذمنس والمايلستونس خلوني أن يكون بارت من هيدا الإكسperience بـ دوباي إنه تميت دكتور خالد عبدالشافي كمان نائب رئيس نائب الرئيس الأرب يوف سنتر شمال مزروعي اللي هي كمان وزيرة بالإمارات العربية المتحدة لكل شيء له علاقة بالشباب كمان السيئو لمحمد بن راشد فاونداشن جمال بن حويرب وكمان المحمد بن راشد فاونداشن تيم اللي تعرفت عليهم قبل بداية الإفنت بذكر منهم مونة المداتحة مونة المداتحة مونة المداتحة شبابه الرياضة بمصر نحكى فيها عن أهمية الاستفادة من الرياضة كوسيلة لحتى نوصل لأهداف التنمية المستدامة ونكون عم نحقق النمو الاقتصادي بمختلف البلدان عكس يلي عم بيصير حالياً عم بيتم استخدام الرياضة للترويج لقضايا سياسية وكثير بعيدة عن الرياضة ولأسباب الأجندات خاصة بالفيفا وولد كوب هالسنة هي مثال عن ذلك عم بيصير في ترويج لقضايا ممنوع ينحكى عنا بالدولة المستضيفة فهذا عم بيصير أزمة أكتر ويصير بلبلة زيادة لشون إحنا بدنا لشون إحنا بدنا نعمل بطولات رياضية إذا في عالم لا يستحقق النمو الاستفادة بشكل جيد فمن هوني أعتقد أنه لنظهر شوي من هذه المنتالي ونستحقق كل موقع خاصة من خلال الرياضة وهذا الشيء كمان تضو عليه عندما تتحدث من بعدها حصلت لي الفرصة أني أحكي عن مي سكسس ستوري وكانت مرحباً حسيت حالي أنه كنت أتشاهد مي سكسس ستوري ومي أتشاهد مع الناس لأنه لما أنا وصلت على دبي حتى أعظة صحابي كانوا مصدومين أنه ريان شو جاية يعمل بدبي أحسن له يبقى بلبنان كل الوقت أنه لشو بده يسافر شو هي أهدافه شو البربس تبعه ويلي صدامون أكتر أنه أنا كنت منزل وقتها انستا ستوري حامل فيها عالم بلادي وصاروا يخمنوا أنه شو جاية يعمل فكانت هذه اللحظة أنه يعرف العالم على مي سكسس ستوري ستوري بالأحرى وكيف أنا قدرت حول الانستابيلتيز والملداون يلي عشتهم خلال هيدا السنة لإنسپيريشن الستوري وكمان كانت فرصة لقالي حتى أتعرف على السكسس ستوري تبع غيري في ناس بيجوا من مختلف البلدان العربية والعالمية حتى كان في ناس من أمريكا من بريطانيا إنديا من مختلف البلدان من دون أي استثناء عم بيحكوا عن كيف قدروا أنه يتحدوا العالم يلي حواليهم بالمحيط اللي هني كانوا عم بيشتغلوا فيه مثلا في حدا من الأشخاص كانت هي بالمحيط عم بتخبر العالم كيف قدرت إننا اتحقق مطالب رفقاتها بالفاكلتي تبعها إنه تأملهم قوضة محترمة لحتى يدرسوا فيها ويكون في تحسين للمنشآت والبنى التحتية بقلب البلدين اللي هني عم يتعلموا فيه مع العلم إنه هي حصلت قبلها على ورنينج من المجلس التقديبة هونيك بالجامعة اللي هي عم تدرس فيها وتحدتهم قالتلهم إنه نحنا جايين نتعلم بس أمنوا لنا المجلس التقديم لفعل ذلك هاك نحنا لازم نشتغل هاك نحنا لازم نواعي العالم إنه ما تسكتوا عن حقكم أبدا لأنه الكوروبشن اللي أنتو عم تشوفوها في الوحيدات عم تتطبق هي نفسها بالبرايفت سيكتر هكذا وهذا الشي اللي صار معي عندما كانت تتطبق مجلس التقديم لأنه ما كان في عدد التلميذ كفاية بوقتها كنت يمكن ما كنت موجود معك هون بقلب البودكست حتى تخيل لأي درجة كنت يعني بعدني خالص مجلس التقديم في مجلس التقديم مجلس التقديم بينقلي إنه ما في عدد التلميذ كفاية مسجلين عنا بالداتابيس بدك تشوف شو بدك تعمل تجمع خمس أشخاص يتسجلوا معك بنفس الدجري اللي أنت مسجل فيها نتقدروا تكفوه نعم نقدر نكفي أنا هون ما استسلمت دغري بعضت إيميل لإدارة الجامعة وكنت كل يوم بيوم عم بعمل فلو أب لحد ما تلقيت اتصال ونقلي فيها إنه لا خلص مش الحال ونحن حنعمل بعدين The adequate reforms بهذه الطريقة نحن لازم نشتغل الواحد بده يسابر بده يحارب بده يعمل المستحيل اللي يطالب بحقه وما يكون راضخ للستاتوكو يلي منحط قدامه وهذا الشي اللي نحن عاني منه Dare to make a step Dare to take risks بالنهاية الواحد منه خسران شي بده يضله يجرب بده يضله يلاقي بلان بي بحياته بلان C بلان D ما فيك تحصر حالة بلان A دائما بكاز مع كازادف عم بقول لها بعيد زيت الجملة لأنه أنا بقول لها صح مع محيطي مع أصحابي مع أهلي مع تلميذي مئة مرة واحد يجرب ومثل ما أقوله على لبنان يضحش ويجرب ويجرب يحط كل بلان سابع له قدامه ويعمل هالأتمت من ما يقول يا ريت أو لو أو بس بقدر يعني واحد يجرب وما يمش الحال هل حقيقة هل حقيقة هل حقيقة هل حقيقة هل حقيقة هل حقيقة ألف مرة هك ولا مرة يكون فيه شعور بالريمورس أو بالندم أو بالحصرة أبسلوتلي وحديثا عن هذا الموضوع أنا أتوكمي ثلاث عام من جانواري 2018 للجانواري 2021 لحتى أني أحصل على أول وظيفة لألي كانت عبارة عن أصحابي ومثل وبعدين صرت استلم أصحابي هيدا رسالة للكل إنه الواحد who does not persevere will never ever achieve his goals will never ever adapt to the changes يلي عم بسير بالعالم and will never ever inspire people with the knowledge that he has أكيد وكمان هيدا الشغلة إذا ما صارت ما رح يكون الواحد عنده الواحد with determination to achieve professional with personal goals يلي نحنا منحطو نحطو لحالنا لحتى نكون proud of ourselves وحديثا عن هول الألمنت يلي هلأ أنا حكيتك عننون أنا رسمتن بشي أنا بسمي the 720 shapes of success نحنا منعرف إنه الصور لما تدور حول نفسه بتعمل 360 نحنا منعيد البروست مرتين لهك نحن نحن 360 ونحن بشكل 720 لأنه هذا ما تشغيل نحن كم الهيوم هذا ما نحن بعمل لحتي نكون أفضل من نفسنا بلا نحن 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 2020 كنت بس محشور بالجامعة بالجامعة ومع ملاقي وظائف هلأ أنا حاليا بمرحلة صلت عم حضر ل مرحلة لبعدين بل في لبانون أو مرحلة من الصفر ويرجع تور تور لحتي يفرج للعالم أنه لا أنت بعدك موجود أنت بعدك حاضر وأن تخلق تأثير اجتماعي بمختلف النواحي وهون بشدد على فكرة نحن بدلا نحن 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 لماذا نعطي المجال لليوث أن يكون مجدد بهذا المجال أنا مثلا بالأيوج جيل بشدد على أن نحن 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 لما يكون عمل مائلستون معين نحن نحن نزقف له خليلي هالفكرة براسك سانيا لأن هاي بدأ أحكيها خصوصا بالسرد بالنراتيب رايان لأن بعرف بعرف كيف عادة تحضر ترك ليها براسك لحن نحن 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 بعرف أنت ضليع ومنخرية بالأستيجيز نعم بالأستيجيز خبرني شو هني يالي هني ساستيني بالأستيجيز خبرني شو هني أكتر أستيجيز بيعنولاك و لأن في طريق تشغل عليهم أكتر بصراحة أنا في كذا SDGs مهم أول وحدة SDG لأن أنا لما بلشت الـ Youth Leadership Program كان هدفي أنه حل مشاكل التعليم بلبنان بمختلف الطرق أنه مزبوط نعملهم لليوث يلي بالمدارس لحتى يتعرفوا على كيف تصير الخبرية خاصة للولاد الصغار مثلا إذا كان عندهم رغبة أنه يتعرفوا على قصص بطريقة مهضومة يعني عملهم مثل role play أنه يلعبوا دور مثلا المهندس الحكيم المحام and so on فهذا كان الـ Purpose صح أنه المشروع يلي أنا كنت عمفكر فيه ما نجح أو ما تأهل للـ next rounds بزيت الوقت لقيت فرصة لإلي أنه تشفت into a plan B ويلي كانت عملت منتور لليوث بكتير program كمان عملت facilitator لحتى نعرف اليوث على الـ وشهن المهارات يلني بقدروا يحصلوا عليها تحولت لحتى كمان a participant بغير program ومشاركة بـ هول program علموني دروس كتير أنه أنت ما تكبر الصحن كتير ولا تزغروا على الآخر خليه تكون specific من ناحية أنه يوصل لعدد معقول من الأشخاص لحتى تقدر تحلل لهم مشاكل وبيفضل هذا الدرس قدرت أني أوصل للي بد إياه قدرت أني اشتغل على مشروع شوتينج وحاليا نحن نحضر لأصص كتير مميزة بالسفورت وعم نشتغل على أن نأمن الهدفة هدفة أن تتجرب الهدفة وكمان يتعرفوا على الرياضات بطريقة مهضومة وهذا مثل ما بيقولوا المدماك لحتى أن نأمن الهدفة للهدفة حلا بالنسبة للتاني SDGs يلي هي SDG 10 قدرت الهدفة حسنا كل واحد بيأخذ الانيقواليتيز عزوقه بس إذا بدك تحكي عن ساستيني بالدفة بدك الكل يكونوا موجودين بدون أي استثناء وانا مش رأي حيال الانيقواليتيز انا بيحكي عن الناس بيحكي انا بطل لبنان بالهندسيكلي بطل لبنان بالهند بيلعب بيعمل بيت بوكس هو أيضا دي جي هو مالتي تالنتد لماذا لا نحن تحكي بيحكي 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 تحكي بيحكي 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 هذا السؤال اللي أنا بدي اسأله للستيكهولدرس كلهم بدون أي استثناء أكيد في انجي اوز مثلا في انستيوشنز عم يشتغلوا منيح بهذا الموضوع بس بس بعضنا بعض بعضنا معنا الباليسي ميكرز اللي عم يشتغلوا بعد معنا الباليسي ميكرز للأسف خاصة بلبنان ما بيعنيهم موضوع زويل احتياجات الخاصة بس بيقلولهم انحنا بإرادتكم وهمتكم بنبني بلد أحلى لشو نبيع شعارات لشو ما منحول هالأقوال لأفعال يعني مثلا زميلة يلي حصلت له الفرصة انه يكون عم بيمثل لبنان باليونيتد نيشنز جنرال اسامبلي عن الترانسفورمينج ادوكيشن حكي انه صار وقت اليوث يكونوا هنه بمركز صنع القرار ما بقى في مجال لحد عمره ستين سبعين سنة اربعين خمسين سنة بالسياسة وما أنجز شيء وبعضه ماشي بنفس السياسة يعني كأنك انت عم تفرض على الواحد نوطة موسيقية مونوتون ما بتخليه انه يوصل للي هو عم بيبحث عنه صح فليش ما بنستنسخ هذه التجربة لليوث ومننقلها لل الناس الذين يجبونها نفس الشيء بالنسبة للقوالي انه يكون في ايكوال اكسس لأفعالات شكرا يا ريان بدي اقول شيء ما بدي احكي بسياسة اكيد وقت الانتخابات 80-90% من مراكز الاكتراع ما في اكسس للناس الذين يقدروا يفوتوا وينتخبوا وبال10% البقية من المراكز اللي كان فيهم اعتبروها اعتبرت الدولة عنها انه هدا انجاز انه عطيناهم اكسس وهدا البيار مينموم هذا البيار مينموم يعني عم بيقولك انه انه لا يقدر حدا يقدر ينتخب هذا البيار مينموم نحنا ربحناهم جميلة يعني الدولة ربحتهم جميلة انه لقيني لكم محر او اعطيني او امني لكم الارضية شو يعني شو بتالك شو انه حكيك مية بالمية مصبوط شي بيزع والشي بيزعل بس انه ما 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 جميلة جماعة يعني الدولة تتذكر بحديثنا عن السدج 16 لما انت طلبت مننا انه ناخد كلمة وتكون هيد الكلمة مبلشة بأول حرف من اسمينا صح بتذكر تتذكر انا شو حكيتك لكن صريح لانه كنت كتار ودايما بيقطع كوهورت لا ما بدي اقول شي معين يمكن الكلمة براسة بس ما بدي اقولها برك ما طلعت ايه يس انت ما بعرف هني كلمتان انا كسرت ايه اعطيتنا كلمتان الريزيليونس والأكاونتبالي انا ما رح احكي بقى عن الريزيليونس لانه نحنا هلا لا اعطيتها ليس بايز على اسمك اكيد بس لانه نحنا لازم نتعلم نكون اكاونتبال بكل خطوة منخطية صح بكل أكت عم نتصرفه بكل شي عم نشتغله بالحياة نعمل كل يوم بيومه شي اسمه سيلف أسسمنت يعني انا بزعل من الاشخاص يلي بيقولوا انه لا يحتاج لسيلف أسسمنت اكتشري بحاجة لسيلف أسسمنت اكتشري بحاجة لسيلف أسسمنت تعمل اوتو تكون اوتو كريتيك لحالك معانا انتقدت حالي صراحة من بعد ما شركت بال محمد بن راشد كانت مقصومة لمرحلتان مثلا أول مرحلة كانت مرحلة عمدة يومين تاني مرحلة كانت عيومين وهون انا تأثرت باللي قاله دكتور خالد غطاس هو أحد من المترجمات الكبير المترجمات المترجمات التي لدينا أرى قال انه النجاح بيصير لما يكون عندنا الكنفيدنس تؤذمت اوهر مجتمع كيف نحنا بعضنا عايشين بمجتمع العالم فيها اذا مش كلها مش مستعدة تعترف بأخطاء انا صراحة علنا في واحدة من أعز أصحابي يلي بلشت هلق من كم شهر بكل شيء علاقة بكل شيء علاقة بالمجتمع بالمجتمع في مره من المرات قلت له انه انا غلطت معك بهذا الموضوع باعتذر منيك ومستعد انه تستطيع التحدث مع بعضنا منتناقش على واتساب في مجتمع في مجتمع بالمجتمع بالمجتمع عندما كنت انا بمجتمع بالمجتمع بذكر واحد منهم صار هالسنة باعتذر انا اعتذر نفس الشيء لما اشتغلت مع انجاز لبنان وكانت بوقتها فترة كتير صعبة علي أول شهر لقلي من بعض أسبوع ما مبلشت صار في غلطة انا ارتكبتها واعتذرت بالنهاية الواحد بدي يكون عنده الجرأة يسمى القصص بأسماءه ويكون عم بيقر بأخطاءه ونحن بدل ما نكون عم نواعي العالم عن هذا الموضوع في عالة عم نتحدى بعضنا وهذا يلي ما عم يخلينا نكون نتحدى بعضه عم نعرق البعض الاثنين انت بتفكر الـ SDG 16 بس محصورة بالبليك سكتر واللي يكون عندك سلطة قضائية عادة يكون في عندك تحديد محصورة ومحصورة ومحصورة كل مننا وإذا مننشور هذه الكلمة سنحن حققنا خلالنا وحنا سأتحدث عن SDG 17 بما أن حكنا عن العمل انا بأمن بكل شيء اسمه والSDG 17 is the most underrated SDG ياللي العالم ما بيحكوا عنه بس الهائي لفلال بكل العالم بيمرقوا هيك انه يلا لن تجربة لن تجربة امامات اي اماما they don't shed light كتير عليا ما بيعطوا كتير اهمية ابسولوطلي فهذا الSDG 17 اذا نحنا كشباب بين بعضنا ما نشتغل على انه نحنا نكون خالقين هذا النتوك لحتى نأثر على يلي فوقنا وعلى يلي تحتنا ويلي معنا على نفس الموجة مستحيل نعمر اوطان وهذا يلي نحنا للأسف ما قدرنا نوصله بلبنان صار كل واحد بده يفتح نتوك على حسابه انه لا يبين حاله انه هو فهمان بكل شيء هذا غلط وهذا يلي صار بالالاكشنز انا ما برح احكي سياسة بس انه صار في هذا الكسر الاعدام بين اشخاص عم بيطالبوا بالتغيير بس شفنا شو عم بيصير هلانو صارت قومنا نقعد محلك اكتر من انهم جايين يفيدوا المواطن او يساعدوا البلد عم يرتكبوا نفس الغلطة يلي ارتكبوها اسلافهم صح نفس الحكي لما لبنان بال2019 ما تأهل على مونديال الباسكت كان في ايجو بين اللاعبة بدل ما يصير في هايدي الهجو والكلابوريشن والتيموورك لحتى انه يرفعوا اسم لبنان بالعالم الخسارة كانت على ارضنا خسارة قليمة جدا مين كان يتوقع انه نخسر ورانتين وراء بعضنا وراء بعضهم على ارضنا مين كان يتوقع وانا صراحة في ناس اضحكت علي عم بتقلي انه انت عم تحكي شي غلط خاصة بوقتها خسرنا ضد شاينة على ارض شاينة في عالم عم بتقلي يا رايان عم تستبق الأمور لما شفت اللي شفته بعد شهران وما تأهلنا بوقتها صرت قللهم شفته انا شو قلت لكم كانت في مشكلة الايجو من اللاعبين بس الحمد الله انه في شباب هلأ وصلوا لبنان للعالمية وعرفوا انه في تيم سبيرت لازم ينبنى وهذا التيم سبيرت يلي نحنا لازم نجزته بيناتنا كشباب وانت قلتلي شغلي انه خليها هايدي براسك طب اذا بدنا نعمل براسك المتحدة بتبلش الخبرية بايتم تقلل براسك المتحدة بكير مالهيك هايدي خليها تكون الانتريي پونت يا رايان مثل ما انت قلتها شو الناراتف او السردية لانه كل ضيف يكون معا بسألوا ذات شي شو السردية وشو الناراتف يلي انت عم تقطع فيها او حابب تقولها لما حتننا شوية عمنا او حطيت شوية البلدنج بلاك اذا بدك فيك هايدي تكون قدري فونت شو السردية لكل شاب ولكل صبية عم بيحضرونا وعم بيسمعونا لا انت برأيك لازم ينعمل في ترمز الانسكيب للشباب انا في ثلاثة ادفايزز حكيت عنهم بمشاركتي باليوث نولدج فوروم يلي هو إفانت عالمي صار بيعطي المجال للشباب انه يحكوا اكتر عنا قصص نجحاتهم ونفس الوقت يكونوا انسبايرد بمجموعة من السشنز يلي بيتعرفوا فيها على كيفية تطوير مهارات الشباب وكيف نحنا نجحنا 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 بمجموعة من السشنز والتعرفات المحن نجحنا المحن المحن من ناحية انه نربط اليوث بكل شيء علاقة بالتعرفات والمحن والمعنز وبكتير مواضيع نحكوا عنهم بقلب هذا الفوروم بالزيت أول شغلة بشدد عليّ دايماً لما تكونوا انتوا مستفيدين من بروغرام معين هيدا التجربة لأشخاص ما حصل لهم الفرصة انه يكونوا بارت من هيدا البرغرام او عملوا شيء عن نسقه لحتى يستفيدوا يعني البرغرام إذا ليس تتحرك سريع عم بقضت شك بس لأنه هل عم بتقوله كتير بيعني لي ومحب أعقب عليه المعرفة او البرغرام إذا ما بدك تعطيها لحداً ثانا أو تنقلها لحداً ثانا أو تتحركت مع حداً ثانا بتبطي البرغرام ما إلا طعمة وما إلا عازة أنا عندها المعلومات بتركها لحالة وبعدين وبعدين اللي لازم يصير انه بالوقت يلي نحنا نحتفل بالنجاحات طبعنا أو بالنجاحات لأنه بيكون في كتير انجازات الواحد بحققها لازم تلقائياً تلقائياً نكون عم نحتفل بنجاحات غيرنا لأنه لأنه تلقائياً لأنه نحتفل بالنجاحات ليس لدينا على نفسنا فقط هذا الغلط يلي في عالم بيوقعوا فيه بالعكس أنا بمبسط لما كون عم بحتفل بنجاح غيري لأنه بيحفزني أني طور من حالي أكتر وأكتر وكون أنا عم بحقق الأتشيفمنت يلي عم ببحث عنه وكون أنا هايلايتينج أي بلاتفور لأنه تكون عبر على غيرك وتتبع غيرك أبسلوطي أنا هون كنت عم بكسر الإيجو بدك تقنعني بكل بساطة أنه بكل بساطة بدك تقنعني أنه أنت ما عندك الوقت الكافي أنك تكتب كومنت لواحد على الإنستا مثلاً أو تبعط له مساج على الواتساب ولو ديئة من وقتك من انهارك تقول له برافو أنت تقنع أنت تقنع جيد أنت تقنع جيد أنت تقنع جيد هالا واحدة ريان هالا واحدة يجب أن تقنع ديئة أخرى أحلى لح ترسم بسمع على شخص واحد لو حتى تركت واحد بالمية إمباكت على غيرك خلاص يعني حلوين دفعك أنك عم تدفوش غيرك لا يكون ساكسسفل يكون ناجح يكون مبسوط يكون مرتاح هاي بحد زيتها كيف يمكن أن تقنع جيد نحن لا 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 كيف يمكن أن تقنع جيد أنك الإنسانة التي يعمل فيها بحسب العمل 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 بذات الوقت ليس غلط الواحد أن يكون فاتح الواتساب أو فاتح الواتساب يعمل لايك إذا لم يستطع يقول له لهذا الشخص أنه أنا أتعرف حسناً، يستمر ما لنا عيب أنا صراحة بقول لك إيه هذا مرياً في أشخاص لأنني أتعرفهم بأنهم يتعرفون مع الإنسانة والإنسانات بالوقت اللي أنا عم بحتفلهم بإنساناتي وبدلني أبعطهم ميسجز على الواتساب على الإنستا بعملهم مانشن حتى أتعرف من هذه الناس أنه كمان يعملوا هذا الشيء أنه تتعرف بالنهاية ما في مبرر الواحد أنه ما يعمل هذا الشيء ما في عزر أبداً وهذا الريفلاكس هو الريفلاكس ليس الريفلاكس ليس الريفلاكس ما في عزر أبداً بإمكانه 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 لأنه هذا الذي سيجعل القصص تضاعف بشكل إجابي يقولون أن الذي تعطي لغيرك ينرد لك بشكل مضاعف وهذه هي النتيجة التي حصلت عليها عند محمد بن راشد فاوندايش قدرت أني أوصل للي بدي إياه أخرى من ذلك هذا الشي اللي أنا ما ذكرته مؤخراً قدمت على أورد ومن حسن حظي حصلت عليها تنقيت من قبل الجونيور شامبر انترناشنال بإمكانه بلبنان أحد الأخير في لبنان لسنة الـ 2022 لإمكانه ومعيشاتي ومعيشاتي لأنه حسيت حالي أنه أنا عملت إمبروذمت بمطرح كنت شخص بالـ 2020 كنت شخص لما خلصت مستدقائي حتى قبله وهلأ أنا صرت شخص مختلف لقد أمضعت أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر في لبنان بمجال الـ الإدوكاة، الـ الـ السبورة، الـ ومعيشة جيدة ومعيشة الأخرى ومعيشة الأخرى الإدوكاة أيضاً كنت شخص لا يوجد أبداً تقول أنه أنا صرت سيئي أو يعني ما بقى تطور حالي أنه أنا سيئي أو فخامة الاسم تكفي لا بدك دلك تتعلم 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 الدروس من الـ إنترأكشن تبعك مع العالم كله تشعر أنك تتعلم 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 هنا يعرف أنه بدأت النزلة بدأت النزلة النزلة ومعيشة لا أتمنى حتى لو يمكن تقول لي أنه يمسي إله ومسي أسطورة ومسي بس يربح كل البطولات يعني خلاص صار إله ومعيشة لا السبورة أنا ضده صراحة لأنه تتعلم شيء جديد حتى إذا كان عمرك 90 سنة تتعلم تتعلم لحتى تتعلم ومعيشة تتعلم ومعيشة ليس تتعلم من أحدهم أكيد عمل على المساعدة تتعلم لا تتعلم أنتظر 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 ومعيشة على أنت تتعلم أنتظر 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 على أنتظر ومعيشة تتعلم تتعلم أنتظر 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 أن تتعلم خاصة إذا كانت الأمور لصالحك لأن كل شيء ينحل إذا كانت لديك وسيلة إقناع قوية ومعيشة تتعلم لا تتعلم أنتظر 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 في كل مرة أنتظر 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 لذلك شكرا لك لأنك ضيفة في بيروت وإنشاء مرحلة إلى المترجم من نجح لنجح شكرا جميعا جميعا الجوية على هذه المجموعة وكتير مبسوط أنه أنا أخطم هذه السنة معك وفي نفس الوقت أخطمها مع عبورة جميعا في وقت لأنه سننتظر الآن آخر كانت في 2022 كتبير من الأشكال الآثة التي تتعرض من قبل Y9 Sports كذلك بالنسبة لشوتينج ستارس أكاديمي نحن نحن نريد أن يكون لدينا أعلى وعلى أمل أن نلتقى مرة تانية في ستنوات الماضية أو حتى أكثر الأفضل لحتي نحكي أكثر عن ما ستكون الكلام 2023 لأني كما ريان محفوظ وحتى لأولي شوتينج ستارس أكاديمي ولكل الكميونيتيز والنتوركز يلي أنا بشتغل معهم شكراً لك شكراً رايان